اشتركوا في القناة معاليه جهود المبادرة ومساعيها المتواصلة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال اطلاق المبادرات والجوائز والحوافز التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي وقد شارك معاليه بحضور سعادة الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي شاركا في تشجير باحة مجلس الشورى وذلك تفاعلا من المجلس مع الحملة الوطنية التي اطلقتها المبادرة بعنوان دمت خضراء من جانبها اكدت الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ان الحملة الوطنية دمت خضراء تأتي ترجمة للرؤى الملكية السامية بالعمل على مساندة المساعر الرامية لاستيعاب المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الامن الغذائي من خلال عملها على توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الاختصاص من المهتمين بالقطاع الزراعي الحقيقة سعيدة بوجودي اليوم في مجلس الشورى وكان لقاء مثمر جدا تكلمنا فيه عن القطاع الزراعي بشكل عام ودور المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دعم هذا القطاع وبالأخص فيما يخص توحيد الجهود ما بين الجهات المختلفة لتوسعة الرقع الخضراء في مملكة البحرين وكذلك لزيادة الزراعة الانتاجية في مملكة البحرين وتحقيق مستويات نسبية من الامن الغذائي وكذلك تطرقنا إلى موضوع الصعوبات التي تواجه المزارعين فنحاول نوصل صوت المزارعين إلى كل محفل رسمي ومهم الذي يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء عليهم بحيث أنهم يواصلون في مهنتهم المهمة ويستقطبون أجيال جديدة بعد تشتقل في الزراعة الانتاجية في مملكة البحرين فنتيجة اجتماع اليوم إن شاء الله أنه بنشتقل مع اللجان المعنية في مجلس الشورى لوضع أفكار ومحاولة إيجاد حلول لهذه التحديات التي ناقشناها مع بعض خاصة إذا في أي تشريعات نفتقر لها اليوم في مملكة البحرين أو حتى استحداث بعض الأمور التي ممكن تخدم القطاع بشكل عام الخطوة هذه بالاجتماع اليوم هي خطوة أولية نبني عليها إن شاء الله في مبادرات مستقبلية بحيث أن تكون شراكة مجتمعية نحدث في التشريعات التي لها علاقة بتطوير الزراعة وبالتالي تكون جهود وطنية متكاملة تثمر إن شاء الله في تحقيق الغايات الوطنية في هذا القطاع المهم اللي يحتاج كل الدعم ويحتاج ترابط كل المعنيين فيه بحيث أن تكون النتائج هي ما نطمح لإن شاء الله بإذن الله